اشتركوا في القناة بأن تعمل الرئاسة المغربية باستمرار لتحقيق تقدم ملحوظنا وملموسين على مدى 2017 أو ساسا نسع جاهدين مسترشدا برؤيتها الاستراتيجية خلال مؤتمر وطيلة السنة القادمة للعمل إلى جانبكم بكل حزم لتنفيذ ولايتها بطريقة شفافة ومنفتحة على الجميع في سياق ديسلا أصدر بنك المغرب ألف ميدالية في الضية تذكرية تخلد لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخي كوب 22 الذي فتحت أشغاله اليوم بمراكشة وأضح بلاغ لبنك المغرب أن هذه الميدالية الفضية تزين 28.28 جراما ويصل قطرها إلى 38.61 ميليمترا ويحمل وجهها صورة صاحب الجلال الملك محمد السادس بينما تم تزين ظهرها برسم مزخرف لكوكب الأرض ومعلمة المنارة بمراكش محاطة بعبارة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخية في موضوع آخر حطت قافلة المقاولة الذاتي اليوم رحلة بمدينة طنج بمشاركة خبراء وتؤثر مؤسساتين من جهة طنجة طوان الحسين لتحسيس وطلع شباب الحاملين للمشاريع على الامتيازات القانونية والاجتماعية والضربية والجبائية الخاصة بالمقاولة الذاتية وبهذه المناسبة قد رئيس الجمعية الوطنية لتنمية روح المبادرة عبدالطيف البرينين هذه التدهور الاقتصادية تادف إلى تمكين شباب من التعارف على الجوانب القانونية المختلفة والأنظمة المؤطرة للمقاولة والامتيازات القانونية والاقتصادية وآلية التتبع والدعم المواكبة والمصاحبة وبناء المهارات الضرورية لبرورة المشاريع وختاماً على البنك المغرب أنصاف الاحتياطات الدولية بلغ 25.2 مليار درام وذلك إلى حدود 28 أكتوبر 2016 مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 14.44% وأوضح البنك الذي نشر مؤشراته الأسبوعية من 27 أكتوبر غيرت الثاني نوانبر أنه من أسبوع لآخر سجلت هذه الاحتياطات انخفاضاً بنسبة 0.2% وبيعادنا لكم صنوائيكم لخسام معايدنا الاقتصاد نشكر لكم طيبة المتابعة في أمان الله